نالا الكريم نقول لكم أنه صحتكم وصحة أسنانكم للأسف الشديد يعني في خطر يلا وش رايكم أن نروحوا ونبشروا موضوعنا لنهار اليوم قبل ما نبدأ نذكر بإمكانية الناس أنه التواصل معنا وتعيطلنا عبر رقم الهاتف الخاص بالبرنامج وحكونا تجربتكم مع التدخين ومع صحة أسنانكم وكيفاش أثر التدخين على صحة أسنانكم يلا نرجع لك سيدة ولد حمودة وش نحكو على التدخين أكيد عوامل الكثيرة تأثر على صحة الأسنان من بناء التدخين وشنه أبرز العوامل اللي تأثر بطريقة مباشرة على صحة ألفام قبل ما نتطرقوا إلى موضوع التدخين العوامل كمزافة عوامل صحة تأثر على صحة الأسنان هي من بينها التغذية التغذية والإعتناء وسيب الأسنان وداولة طبيب الأسنان ومنها تانيك التدخين أسمحيلي فقط أذكرت نقطة مهمة جدا قلتي الاعتناء بالأسنان يعني نغسلوها ونطه الله فيها ولكن هل يمكن الإنسان أنه يكون معتني بالأسنان دياله ومدخين في نفس الوقت؟ نعم أنا وحدا صادق نستقبل بزاف مرضى لديهم من بونجين عندهم يعني يستحفظوا مليح على أسنانهم يعني يغسلوها ويتو مي هما مدخينين مي هذه المي هي اللي فيها النقطة أو لكن هذه اللي فيها المشكل نعم فيها مشكل بسك يعني هي خسارة بسك ما مي لا واحد يكون عنده نظام حياة صحي يعمل رياضة ويأكل مليح ويتهلو في سنانه ولكن يفسدها بالتدخين وإحنا يعني كأطيباء أسنان إحنا غير نشوفه الفم المريض نعرفه إسك هو يدخن ولا لا لا ولاه بسك التدخين دائما يخلي أعراض على الفم وعلى الأسنان وعلى اللفة طيب كيفاش يكون عملية الأكسدة بين التدخين ولا التبغ ولا مع الأسنان والفم؟ نعم عفو يجب نعرفه باللي هو الاتصال والتبغ واحد يدخن هو مع الفم دونك غير واحد غير يتكيف السيجارة كلك سواء مهما يكون النوع التحام أكيد رح نطرقه إلى الأنواع ولكن نرجعه إلى النقطة كيفاش يكون عملية أكسدة هو الإنسان يدخن وشا حيث ترتفع درجة الحرارة بسبعين درجة إحنا درجة الحرارة العالية في الجسم هي 37 درجة الإنسان يدخن هذه الدرجة الحرارة رح تطلع تطلع بسبعين درجة يعني وش يسرع؟ حيث يسرع أول أول يسرع في اللثة دونك وش حيث يسرع حرق اللثة كيكون هادك ارتفاع درجة الحرارة وش يسرع وش ينتج عليها ينتج عليها لثة وش يدير صديق الجسم متال إنسان ربي سبحانه وكي خلقوه خلقوه بسبب الشيء يدافع على نفسه لثة وش دالبسة خاك تتولي للور تجب دروحها وكهذا ينتج عليه تعري ارتفاع درجة الحرارة هادي سيكون ش يدير نقص في إفراز اللوعاب اللي هو رح ينتج عليه جفاف الفم جفاف الفم وش يدير؟ يدير تراكم البكتيريا الضارة للفم دونك هادي حتأثر على الثاو وعالفك والحاجة الثالثة الثانيك اللي تصرى بعد بهذه الظاهرة التدخين هو نقص الأكسجين في الأنسجة احتصرنا يناس فيكسيتة الميكوز اللي هي اختناق الأنسجة اللي تقدر تكون من بعد تمدلنا دي لزين بخي كانسيروز اللي هي يعني ظهور ظهور على الثولة على اللسان علامات علامات تقدر تكون تلون أبيض ولا تلون رمادي اللي بنادم لازم يعني كيشوف ظهور هادالعلامات هنا وصل لمرحلة الخاطر نقوله هنا يوصل لمرحلة الخاطر وش هي أهم المراحل اللي مر عليها فما الإنسان أو الأسنان للوصول إلى آخر المراحل بالطبع يبدأ هاد الظاهرة التدخين حاجة اللولة كما قلت لك يصرى تأري الأسنان بس كاللثة كي تجيب دروحا مع الوقت يصرى تأري الأسنان حاجة اللولة يصرى تلون الأسنان تقولي بنية بنية تبدأ تصفار ومبعد ترحب تصل إلى مرحلة أنه توصل بنية تبدأ بالإسفرار وتزيد تقولي مع الوقت تطور تطور لون البني سخطة واحدة لما يروحش يدير ما يغسلش أسنان ولا ما يديرش بوليسة يعني تنظيف ولا تطهير عن طبيب الأسنان الحاجة الثالثة اللي تصرى الأسنان هادي تقولي حساسة يصرى لها هشاشة ويظهر تانيك علامات على اللثة تمرض اللثة ووش تانيك يصر تانيك قلنا بلي نقص فرز اللعاب بسكو هادا حيكون عندو أثر تانيك على اللي يعني اللي يفرز اللعاب ووالا يظهرنا يعني مشاكل في اللثة وفي الأسنان للأسف الشديد يعني تضاهر جسم الإنسان أو صحة الإنسان تبدأ من الفم خاصة عند المدخين يعني خاصة عند المدخين بس كحنا كل عام نهضروا على التدخين نهضروا على أثار تدخين الصحة عامة نهضروا على سرطان رئتين سرطان الحنجرة بصحة قليلة وانتحدثوا وانتطرقوا على أثار التدخين على الفم صديق كما قلت لك في الفم نتصرى الاتصال أول الأول إحكاك بين السجارة وبين الدخان هو في السنان وفي اللثة وفي الفم تحديدا هذه هي يلا نروحوا إلى أنواع أخرى للتدخين ناس بزاف لما نروحوا نهضروا معهم اليوم أو الموضة درجة يعني مؤخرا يقول لك لا لا لما تكيش دخان أنا نشرب شيشة إلكترونية ولا نشرب شيشة عادية يعني هل هناك أنواع أخرى تعتدخين بداية وكيف تأثر الأنواع الأخرى على صحة الأسنان؟ أهو تدخين تدخين هذه الأول نقطة علاق بسك قبل ما نلحقو الأنواع التدخين نجب نعرفو ماشي تركب التبغ التبغ هذا فيه مواد سامة فيه نيكوتين فيه فيه صديق فيه القودران فيه بزاف فيه العمونياك فيه بزاف مواد سامة ومصار تينا صديق سيدي بخوضي توكسيك وكانسيريجان مهما يكون طريقة التدخين أو نوع التدخين نوع التدخين هي تكون سامة نبدو بتدخين كلاسيك اللي نعرفه هو التدخين بالحرق اللي هو السجارة ويش يصره هو دخان صديق الإنسان كي يروح يتكيف يتكيف دخان تأس الشجارة هديك بالحرق دونك صديقي راح يتنفس هدك الدخان يستنشق هدك الدخان في حالة اللي هو السجائر الإلكترونية وش يكون الحرق اللي هنا وشنه هي المادة اللي يتأثر على الفره هو ماشي حرق هو بخار هو باسك يكون عنده أغازي غوار فيه سائل وعنده يمتي تباتخي كي تسخن هدك السائل يطلع يتبخر هو راح يستنشق بخار تانيك بخار فيه مواد سماء ومسارتنا سيلا منشور لأنه مواد كيميائية وشنه هي في صديق الماركوتينج تسويق تسويق تسجارة الإلكترونية بسكو يزيدون هدي شغل تريح بنينه مناكيهات اكزاكتو مو فيها مناكيهات شغل المدخان يجيب لوربيب اللي موش يدر فيروحه بسكو عباك سي بسيكولوجيك صديقي يؤثروا على سيربو دونك هو يقول لك تريح مليحة وما فيهاش هديك البخار الدخان كي ما في السيجارة نغمال هو بخار دونك هو يجيب لوربيب اللي ما فيهاش آثار من هو يؤثر يؤثر ديجا بالحرارة بسكو هو تاني كان ارتفاع الحرارة وبالمكونات تانيك لها مكونات سماء ومسارتين على ممشوز بسه هو لبيغ فيهم يعني الكارثة الكبرى الكارثة الكبرى هي الشيشة الشيشة وعلاش يعني حسب دراسات دراسات الوامس الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية يقول لك باللي كي تتناول حصة وحدة تأشيشة الدوم هو يقول لك الدوم بين 45 دقيقة 50 دقيقة هذي كمسي تناول تأشرين حتى 30 سيجارة ومواد تأشيشة المكونات تأشيشة هي انكور بلي توكسيك يعني سامة انكور بلوس دونك الشيشة بغيما تضر يعني سامة فينو من دوم دو كمم قاع لغيستوران وقاع يقول لك شيشة شيشة حتى في العالم يعني ولينا نقعها تروحي تخرج لأوروبا ولا في العادة ما كانواش يعرفوا شيشة ولكن مؤخرا هي ولت ظاهرة ولت ظاهرة ولت موضة ولت موضة هي ظاهرة ولت موضة عدلوا لها ترويج وهي سيلابيغ هي اللي تضر ومقاموا ضرين من الشيشة البلي توكسيك يلا نروحوا إلى مراحل فقدانا السن ولا موت السن ربي سبحانه وقلوا أنه خلقنا باش نعيشون موتوا بسناننا ولكن تشوفي ناس سنهم سنين ديالهم ولا أسنانهم ما تقبلهم تشوفي هم في موت عافية بهذا السن يتلقاهم كلهم صفورة دايبين خليني أن نقول ينشفوا بس كي ألا شباب بظاهرة تدخيل ديجا يظهروا بقعبوني على اللثة الأسنان كيما قلت لك يتلونوا ينشفوا يولوا حساسة لك السن كي ينشفوا كيكون نقص الأكسيجان وكيكون يعني مايكوش اللوعب مايكوش الأكسيجان زداجة الحرارة يعني تدهور في حالة وفي صحة السن يكون أكسيليغي يعني يكون متطور جدا متطور جدا وسريع موكوش حبيتني نقول لك موكوش نقول لناس بل ماكوش لا تهربوا من الواقع أنه السيجارة تأثر على السن وصحة الفم طريقة مباشرة وأول حاجة تأثر في جسم الإنسان وعند الناس المدخنين هو الفم والسن يعني نقول لك خطير الأمر الأمر غير جد خاطير خاصة أنه يقدر يظهر هناك سارتان هو c'est un cancer très virulent parmi les cancers les plus dangereux الأخطر السارتان هو le cancer du maxilla هو سارتان 85% من الأشخاص اللي عندهم سارتان الفك هما أشخاص يعني مدخنين والأخطر السارتان والأخطر السارتان والأخطر السارتان يعني بزاف compliqués يعني هما هما يتكيفون مساكن قاع قاع عندهم مديني ما يستعرفوش بس هو تدخين يعني كي نقولوا صح تدخين هو إدمان صح اللي قدروا نقولوا فيها الإنسان أنه بدأت المرحلة الخطر من تدخين عام عامين يوم يومين هو حسب هو حسب جسم الإنسان ما شي حسب حسب لحسب لحسب حساسية حساسية أسنان حسب لحسب لحسب حال يتناول و كالعج بدأ وش من عمر بدأ بس كواحد بلس يبدأ صغير بلس لديه يكون صديق يبدأ وها كالناس بدأت بكرية اللي يبدأ بكرية هو يبدأ بكرية لذلك الكارثات صديق الأعراض يبدأ بكرية و و بلس يكون بدأ بكرية ويتناول بلزاف بلس الكمبيئات يعني يقدر يكون بلو دنجوري يلا باش ما ترجعش أسنان الإنسان ربما في أسوأ حالاتها وهل ربما كسؤال يتبادر في ذهني في هذه الأثناء هل إنسان لو يوصل إلى مراحل المتقدمة لتدور حالة الصحية في الفم ولا في السندية وهل نقدر نسترجع الحالة الطبيعية الأولى ولا من المستحين أن السنة ترجع كما كان جراء التدخين جراء التدخين هو نقدر نقص الحدة الحدة و سحبش أود يقول كما كان سا ديبان الدرجة اللي الحق لها سا ديبان سوكي يكون تعري ويكون يعني السنبي والسن يعني حسب درجة التطور هذا التدهور للأسنان طيب سؤال يكون ربما في محله هذا هل السجارة تنخر الأسنان ولا لا لا كيفاش تنخر يعني تنخر الأسنان يعني كما نقول تفتت السن تقدر تقدر مع الوقت تفتت بسكو درجة الحرارة وعلاش هو تدخين في حد ذاته وآثار تدخين المواد التي تكون موجودة وتتراكم على السن المواد الموجودة التي تتراكم وقع الأعراض التي تسببها هي تقدر بيانسيو تقدر باللي السن يولي يولي منخور كيما رأك يولي هاشي تفتت بيانسيو وعلاش بسكو دخين كيما قلنا الأعراض والمواد التاع ما عندهم مش آثر غير على الأسنان ينقصوا فرز اللوع يزيدوا في تراكم البكتيريا وينقصوا من الأكسيجين هذو قع أوامل يزيدوا في حدة تدهور الأسنان وصحة اللثة نسبة ربما تشوفوا مجرد ضخلان سيجارة ترفضها فيدها تجوز بها وقت ممتع أو قيت كيما نقول ممتع تموت السيجارة فيها يشعل وحدة أخرى فبالتالي عنده آثار وخيمة جدا على صحة الإنسان حذاري حذاري والبداية أو الكارثة تبدأ عن طريق الفم لأنه الاحتكاك الأول اللي يكون بين السيجارة والإنسان من غير يدول يرفض بها هو فمو ويعني أنا حبيت نمد تسمح لي نمد عن كونسي يلا نصائح نختم بها باش هذا اللقاء نمدوها للناس لأنه حقيقة نحب نقدم نصائح للناس لما بدوش تدخينهم يفكروا ربما يدخنوا واللي بدو في تدخين أيضا واللي عندو مسيرة طويلة في تدخين يعني أنا ما بداش حذاري نقوله بحذاري لا لازم نحذروه لأنه ما نتونف الموضوع حقيقة أنه موضوع جد 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 خطير موضوع اللي ما بداش يعني يستفادى يستفادى التدخين واللي روي يدخن يعني أمه يبدأ ينقص يبدأ ينقص من كمية التدخين كمية التدخين في اليوم ويعني دايما يحافظوا على سحة الأسنان صديق بين واحد يدخن واستهزي في سحة أسنان واحد يدخن ويتهلأ في السنان وكاين كاين ويعني هو ما دايما يقول لك من أجل من أجل الاستغناء عن عادة سيئة ما نقدرش نستغناء عن عادة سيئة وخلاص هو لازم استبدال عادة سيئة بعادة جيدة تضيق هادو قالي عندهم إدمان كالكو سوال إدمان لي عندهم كساس والتدخين ولا حاجة وحدة أخرى لازم يبدلوا التدخين عادة التدخين بعادة وحدة أخرى باش يقدر هذا أحسن شيء هذا أحسن شيء المتعف الأكل الأفضل من المتعف التدخين صدقوني يعني صح يكون الأكل يعني صحي وزيدوا لها رياضة وزيدوا لها يعني طريقة أي شيء يعني بنادمي صحية يبتعد على جميع يعني الشيء اللي تقدر تدله استخش يعني باش يقدر يكون عنده حياة يعني يكون يبغي يلا هو عمر وأنا في رأي في رأي الشخصي المتواضع عمره مرة كان التدخين بريستيج هل تعيد أي ديني في الفكرة المتروحة أولا أنا أيدك أنا ما نحملش من باري أحد رائحة التدخين أبخي كل واحد كيفاش يشوف الحاجة هذه إن شاء الله الناس تتوعى أكتر أكتر من هذا الجانب لأنه حقيقة الإدمان الصعيب وأصعب الأشياء أنه الإنسان يدمن على حاجة وتخلص منه يحتاج إلى إرادة قوية وكبيرة جدا فبتالي ما توصلوش راحكم إلى مرحلة الإدمان وباش ما تحصلوش في رواحكم من بعدها كيفاش تخرجوا من هذا المرحلة وشتدوا رواحتيكم مبدأوا شوية شوية والتجهو فقط لنظام غذائي صحي ونقولكم عشرين الفتشروها مكلة صحية وفروي وخضر كما تشروها باكيدو خلان شكرا لك ومهضرناش على هذا الجانب يعني جانب المادي بسك هو مكلف هو مكلف جدا ومرهق اللي جيب المواطن والمواطن جيبه صغير والشباب يقرأوا في الجامعات لابورستحم قليلة وحكوا لها وشروها لبسا خير ينفعوا صحتهم خير أكيد شكرا لك مرة أخرى سيدة بليلة والتحمود ركي درتي مجهودات كبيرة في أنك توصلي المعلومة للمواطن لأنه قللتي من لغة فرنسية وحاولتي يعني رأني نعمل مجهود ولغر أنا نعمل مجهود كي نجي باش هذات حديات تقوم بيوم الدكتورة بالأجل تكون للمواطن أقرب باش يقدروا يفهموا يلحق لهم يعني يلحق لهم الميساج صح الرسالة الرسالات الحق اكيد ان شاء الله نكونوا في دناهم وانتمنى بلي يكونوا أشخاص نكونوا يعني وعيين وعيين ونكونوا يعني نكونوا يعني باش يحبسوا التسكيل صح اكيد ان شاء الله اكيد طاوص بضعمي رئيس البرنامج كنا نشهد لك بالليدرتي افور مجهود تحضير اليومي للبرنامج شكرا لك مرة أخرى علىكم والأدعوة هذا واجب يعني باش نوعي ونعلم ومسؤولية أكيد على عاتقنا لأنه هذا المواضيع لازم نذكر بها المشاهدين بين الحين والآخر لأنه لازم تبقى لما شافش اليوم البرنامج يشوفوا غدوة ولا يشوفوا على الانترنت وهذه هي شكرا لك مرة أخرى سيدة ولد حمودة مشاهدنا